طيب برضو خلينا نروح لأخبارنا أخبار البيت الكبير كابتن خطيب بيتفقد سير الأعمال الإنشائية بفرع زايد ويجتمع مع الإدارة التنفيذية كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص الحقيقة على القيام بجولة تفقدية صباح اليوم في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد تابع خلالها الأعمال الإنشائية في الفرع والمسجد الجديد الذي يتم بنائه على مساحة كبيرة بعد أن حصل النادي على الترخيص اللازمة لذلك كان مع كابتن الحقيقة اللواء خالد عبد الرحمن مدير الفرع وشملت أيضا متابعة سن الأعمال في ملاعب النجيل الصناعي الجديدة التي يتم تجهزها وفقا لأفضل المعايير لتكون جهزة للعمل فورا بعد أن تم تزودها بكشفات إنارة على أفضل مستوى كابتن محمود تفقد المنطقة الخاصة بإنشاء حمام السباحة والمبنى الاجتماعي الجديد الذي يضم منطقة متكاملة للخدمات لجلوس الأعضاء كما تفقت صلاة الجنباز والكاراتي والسكواش التي تم افتتاحها مؤخرا عاقب الجولة عقد الكابتن محمود الخطيب جلسة مع الإدارة التنفيذية بالفرع في حضور مدير الإدارات للاطمئنان على سير العمل وتدريبات الفرق والرياضية والأكاديميات ووجه رئيس النادي بضرورة تقديم أفضل الخدمات للأعضاء والتيسير عليهم وتلبيات كافة احتياجاتهم طيب الحقيقة عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس سدارة النادي الأهلي نجح من شهرين وأصبح رئيسا للنادي الأهلي في دورة تانية أسهل حاجة يعملها إيه؟ يريح شوية يكبر دماغه شوية صح أولا ما الصح يريح يقولك إيه؟ طب أنا ريح لي كده إيه خمس ستة شهور أنا ومجلس الإدارة نريح شوية نحتفل بالفوز كابتن محمود الخطيب من تاني يوم من تاني يوم الحقيقة لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم حضراتكم فيها دي أنا مش عايز أقول لحضراتكم لأن طبعا في حاجات لكن كابتن الخطيب بيحاول مع مجلس الإدارة طبعا بيحاولوا إن هم يعلوا قيمة النادي بكل الطرق بكل الطرق في كافة الأنشطة وفي كافة المجلات حضراتكم الموضوع بتاع كاس العالم للأندي شغال على أعلى مستوى وكل الجهود بتتضافر عشان تبقى بطولة أو رحلة ميسرة وسهلة للاعبة النادي الأهلي الناس كلها بتتكلم عن ما يحدث من إنشاءات كبيرة جدا في فرع الشيخ زايد زي ما حضراتكم شايفين بيتعامل جامع هناك للناس اللي بتروح بيتعامل مسجد هناك الحقيقة على أعلى أعلى مستوى تحاجة تحفة كده مع مرية أنا بروح لأنه أنا جنب فبشوف الموضوع عامل إزاي والدنيا ماشي إزاي الحقيقة كابتن الخطيب بعدين بقى بيروح مش يمشي مثلا يروح إيه يشوف المسجد ويمشي وياخد اللقطة وياخد الصورتين ويمشي لا كابتن بيلف على النادي كله ويلاقي حتة يعني فيه حاجات وقت كده ببقى بنشوفها قدامنا يعني قدامنا كأعضاء بنبقى عادين وبنشوف الكابتن خطيب يبقى ماشي كده فيلاقي شوية حاجات وقعة ورقة مثلا وقعة ولا حاجة طب هو ليه يا جماعة ليه العضو يقول لهم كده هو ليه العضو يقعد في ورقة وقعة ما قال إحنا الناس شغالة ليه مش عشان راحت الأعضاء الناس دفع الفلوس عشان تاخد خدمة مميزة فدخل حضرتك لما ياخد باله من الحاجات دي لما ياخد باله من مثل هذه التفاصيل الصغيرة طب إيه اللي بيحصل في التجمع الخامس إيه اللي بيحصل في التجمع الخامس أنا بس مش عايز أحرق حاجات ممكن يكون مجلس الإدارة مستني عليها اللي يقولها أو يفاجئ بها جمهور ولكن أعضاء الجامعية العمومية كمان لأنه اللي بيحصل في التجمع الخامس ده حاجة هتبقى تخليك فخور بأن أنت تنتمي لهذا النادي التطور الكبير في كل شيء داخل اللي حيحصل في التجمع الخامس لا كل ده بقى حاجة واللي بيحصل في فرع الجزيرة الفرع الرئيسي واللي بيحصل في مدينة نصر واللي بيحصل في الشيخ زايد كل ده حاجة والتفكير في ما سيحدث في استاد النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية أنا بقول لحضراتكم أن أديني شغالها على قدم وصق أديني مش شغالها في أن احنا بنبني وبنعمل لسه طبعا لكن خليبقى لحضراتكم بيبقى الأمر بيبقى محتاج حاجات كتيرة جدا حاجات كتيرة جدا يعني حضراتكم السنة اللي فاتت فجأته فجأة أن الكابتن خطيب ومجلس الإدارة السابق حطوا حجر الأساس لإنشاء الاستاد ليه؟ لأن الترخيص آخرت أربع سنين أو خمس سنين أربع سنين على ما أتذكر فالحقيقة كان حاجات كتيرة جدا فجأة بتلاقي الموضوع ظهر وبان وتعالن على الناس كلها هذا هو النادي الأهلي وهذا هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكلام ده أنا مش بقوله أنا بشوف الحاجات ده معناية مش أنا الوحدي كل أعضاء النادي الأهلي اللي بيبقوا قاعدين بيشوفوا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده كابتن خطيب بيتابع كل صغيرة وكبيرة في ملف كرة القدم بيتابع كل صغيرة وكبيرة في النشاط الرياضي هو لو لم يكن هناك رئيس نادي ومجلس إدارة عايزين النادي الأهلي في أفضل مكان كانوا جابوا أجاستي بوش ما كانوش جابوا أعم هات أي حد يعمل ودينا ماشيينه كرة أهم حاجة لا كرة والسلة والطيرة واليد وكل حاجة كل حاجة مهمة لأن النادي الأهلي دائما لازم يظل دائما في القمة ولازم دائما يبقى فيه بطلات مش كرة القدم بس كل الأنشطة وكل الأمور الرياضية لأن هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني مش في مصر في أفريقيا وفي العالم ده العالم العربي العربي والعالم كله لأنه أنا دلوقتي بنافس ريال مدريد في كرة القدم يعني بنافس ريال مدريد أنا 24 وريال مدريد 26 أنا أهلي 24 وريال مدريد 26 فالحقيقة ربنا يدي له الصحة كابتن محمود والأستاذ العمري والأستاذ خالد مرتاجي وبقية أعضاء مجلس الإدارة ربنا يديهه الصحة لأنه النادي الأهلي يحتاج لجهد كبير جدا جدا الحقيقة خلال الفترة القادمة لأنه دائما نحن عايزين نبص للنادي الأهلي نمرة واحد فقط نمرة واحد